ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مرسلنا باسل أبو حمزة باسل بداية لو تحدثنا عن حصيلة القصف وضحاياه في حلب وريفها لهذا اليوم نعم مرحبا بك غنى طبعا كعادته الطيران الحربي الروسي والسوري طبعا يوميا يرتكبان المجازر بحق أهالي مدينة حلب منذ البارحة مساء وحتى هذا الصباح لم يهدأ القصف على المدينة وريفها أيضا طبعا البارحة مساء استهدف الطيران الحربي بغارات عديدة حي مساكن هنانو وأيضا حي الشيخ خضر الذي أسفر عن عدة جرحة بين صفوف المدنيين وأيضا حي الصاخور الذي أيضا نتج عنه وقوع بعض الجرحة ودمار في الأبنية السكنية وأيضا حرائق في أحدى البيوت السكنية طبعا اليوم صباحا عود الطيران الحربي استهدفه لأحياة السكنية فاستهدف حي القاتل جي صباح هذا اليوم طبعا هذا القصف أسفر عن أربعة شهداء أطفال نعم باسل هل تسمعوني؟ نعم أسمعوك جيدا جينا طيب باسل هل من تفاصيل أكثر عن معارك أتوار في ريف حلب الشمالي على جبهات النظام وتنظيم الدولة؟ نعم نبتدى بجبهات النظام كانت في حندرات أو الملاح طبعا قصف على مخيم حندرات من قبل النظام بالقنابل الفوسفورية وأيضا العنقودية وطبعا في الملاح قصف لا يهدأ قصف مكثف وعنيف على مزارع الملاح طبعا مع محاولة النظام بناء سواثر ترابية على أطراف الملاح في بنية الاقتحام مجددا طبعا الثوار استطاعوا أن يدمروا آلية للنظام كانت تصنع السواثر على أطراف الملاح وأن يقتلوا جميع العناصر التي كانت بداخلها على جبهات تنظيم الدولة طبعا لا تزال المعارك كر وفر بين تنظيم الدولة والثوار استطاع الثوار طبعا سيطرة على عدة قرى على أطراف بلدة أطراف خسائر مادية وبشرية كبيرة نعم شكرا لك باسل أبو حمزة مرسلنا من حلب